كلاتنبرج كان ماشي وممكن يرجع بص الحاجات اللي احنا عايشينها غريبة شوية كلاتنبرج وكيل اعماله عرض على اتحاد الكرة تخفيض الراتب اللي كان بياخده الى 20 الف دولار مقابل انه يعمل في الاتحاد المصري لكرة القدم كمستشار او مطور للتحكيم المصري دون العمل في رئاسة لجنة التحكيم اللي هو من الاخر يعني هتو اي حاجة هتو اي حاجة بل ما ممشي يعني فهم الدنيا انا معاك وانا كما بجيش فاي فلوس ده لو خلاص طبعا اتحاد الكرة رافض هذا الامر تماما وشايف انه صفحة كلاتنبرج صفحة اتقفلت تحديدا كمان بعد اللي كلاتنبرج اتكلم فيه وقاله في وسائل العالمية الامور بالنسبة لكلاتنبرج هيبقى صعب بيبقى فيها لقاء مرة اخرى او عمل مشترك مرة اخرى